ما يحصل في العراق لا يشبه ما يحصل في أي دولة بالعالم ما كل يوم بلد مثل العراق تفصيل قوانين لدول كبرى ومحاولة إلباسها إلى العراق محاولة بائسة اليوم هناك سياسين يتحدثون بكل حرية يتحدثون عن تقاسم المغانم يتحدثون عن خصومهم يشتمون بعضهم يحشون عن السرقات أنا كمواطن لازم أسمعها لازم أمثل دور المستمع والمقتنع بما يقوله السياسي مقابل ذلك يحرم على المواطن أو الإعلام أو الصحفي أن يقول وجهة نظره أن يحلل ما يسمع اليوم العراق به انقسام سياسي حاد أكو ناس تفرح لما تنقصه في مقرات القوات الأمريكية أكو بالمقابل ناس تعتقد أن هذا يؤدي بالضرر على البلد وعلى مجتمع السلم المجتمعي وعلى أمنه بالتالي هاي وجهة النظر اللي يمثلوها بعض من ذكرت من زملائنا ومن أصدقائنا يجب أن يسمع الجميع يجب أن يعرف الناس ما الذي يحصل بالضبط يستمعون إلى وجهة نظر مختلفة أنت إذا تمنع هذا بالقنوات الناس كلها عندها موبايل ما تقدر تمنع 15 مليون موبايل بالعراق يقول رأيه وينزله على وسائل التواصل الاجتماعي ما تقدر تمنع قنوات أجنبية ليش يتخلون المواطن العراقي حتى يبحث عن الحقيقة وحتى يسمع رأيه مغاير يروح إلى قنوات أخرى غير عراقية أنا أطلع من يو تيفي مع أصدقائي وأطلع بقناة الفلوجة وأقول أراء سلبية بصاحب القناة وبمؤسسته وبقائمة انتخابية ما أحد منعني فيديوهم هذا أخو يفترض هو صاحب قناة يفترض عدنان يزعال أحمد بن لطلال يزعال يقول أخوي أنت جايب برنامجي وجايب قناتي وإحنا مستضيفيك وتحكي على قائمة عزم مثلا ما زعله فيديوهم لأيام طيب إذا قناة ما تزعل شتون المؤسسة الأرحب الأكبر اللي هي مشرفة وهي مسؤولة تخليلي الضيق على يعاني الزميل العلامي لازم السياسي يفهم أنه الهيئات المستقلة وجدت لإنتاج خطاب وطني مو قد يختلف مع السياسي بالضرورة يختلف مع السياسي ليش تنتون هاي الهالة للسياسي وتخلوك بورج عاجي أو لا سهول كل اللي يحتي صح وإحنا خطأ